السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة و تكونوا بخير و على خير و انتم لم تشاهدوا هذا الفيديو و بسم الله هنا عندي هاد الأعضاء ديال الخروف اللي غادي ندلم واحدة تبيلا اللي كتجي رائعة و كتجي لديدة و عندي هاد الستيك او هاد اللي كيكون هكا في السلسول ديال الحولي كيكون تحت السلسول كنحيدو بحال هكا عندي بحال هكا الكلوات اللي كنقعهم بحال هكا و غادي نتمبلوهم و تتبيلا كتجي رائع و كنقدروا ندروا منهم هكا وجبة ديال غاداء كتجي رائعة صافي كنحيد هاد الجلدة اللي كتكون مغلفة بها و كنقطعها هكا على جوج كنحلها مزيان بحال هكا و كنحطها على جند و كنمسح طاولة العمال بعد هما كنقطعو هكا الكلاورة كيدك الدمولة و كنغسلوهم و را كنعود و نغسلوهم في اللول كنغسلوهم كندلوهم بحال هكا شوية ديال الماء و شوية الخل او واحد اللي مون حانضة كنعصرها عليهم و كنغسلهم في اللول كنحيد هاد الجلدة الفقانية بحال هكا الحسون هذه صافي كنقطعتهم كنقطعتهم ايضا على الجوج و نضع readers نضيف المنديل نضيف المنديل نضيف المنديل نضيف المنديل تسلسل دعوني نقطع البصلة بحلقة تيشة رائح على شكل دوائر نقطع البصلة مع المشاوية التي تكون زوينة نقوم ربماً بالنعدة نضيف لفضل حمضة نضيف لفضل الحمضة نضيفها نضيف زيت البلدية أو زيت الزيتون نضيف زيت البلدية أو زيت الزيتون نضيف الملح نضيف الفلفل أسود أو البصار نضيف سكين جبير داخل ملح نضيف خرقم البلدة نضيف الملح نضيف الملح نضيف الزيتر نضيف بودرة اشتركوا في القناة 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 نغطي لهم بشوية ونجعلهم حتى كي تشووهم زيان ولي ما عندوش فيني شوي بحال هكا راه كيدرهم هكا في المقايلة كيجو زوينين وهنا يا راه زينا واحد السلاطات اللي كيجو رائعين وكان وجدهم في طرف عشرة دقائق كان وجد كل شي في مرة ولبغيتوهم بحال هكا خليوها لي في التعاليق باش نوجدهم معاكم صافي كنديرو ماطيش هكا في الوسط وما تنسوش لي تعاليق زوين البنات ما تنسوش لي لايكات وانتو ما كتشوفو ديرو هاد البصمة باش هكا الفيديو يتشاف صافي بصلح تهيه وغادي نحطه بحال هكا يعني نرا كيف ما قلت لكم وجبة كاملة بحال هكا كان وجدوا كان وجدوا الحيمات وكان صيبوا بحال هكا كتجي غديوة رائعة وكتجي مغايرة يعني وخكي للمشاوي وكنزيد شوية دي القصبرون مع الدنوس الفوق او كتزيدوا الزاتر اللي كيعجبكم انا هنزلت شوية دي القصبرون مع الدنوس عندي ميبسين وكنقول لكم بصحة والراحة وما تنسوش لي لايك البنات ما تنسوش لي تعاليق زوين تخليه لي والله يجازيكم بخير وكنقول لكم عيد مبارك سعيد وبصحة والراحة وغادي نخليكم مع الصوار ونقول لكم بصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة